كانت الأطباق النازية استخدمت كاستخدام تجريبي في نهاية الحرب العالمية التانية وقبل انهزام ألمانيا ما كانتش لسه استخدمت كآلة دفاعية بالقدر الكافي لكن اللي حصل إن ألمانيا تهزمت أول حاجة عملتها حكومات الحلفاء وبقيادة أمريكا بالذات وروسيا بالذات نوم راه واخدين كل ده بعد هزيمة ألمانيا آه بعد هزيمة ألمانيا أول حاجة عملوها هو أخد كل ما يتعلق بالبرنامج السري الفضائي النازي وتعاملت عملية عسكرية مشتركة بين أمريكا وبين المخابرات الروسية اسمها بيبر كليب العملية دي كانت بتتبع لأن البرنامج الفضائي النازي ده كان شغال فيه يعني كم من العلماء طبعا على قمتهم علماء معينين منهم زي ما قلنا فيكتور ريشبرجر بس تحقيق آلاف من العاملين عملية بيبر كليب دي كان من أحد العملية اللي وظف فيها الآلاف من المخابرات تبعين المخابرات الأمريكية ومخابرات الروسية بتتبعوا كل من عمل في البرنامج الفضائي الألماني وأخدوا يعني كانوا بياخدوهم بالعافية لدرجة أنهم يعني يعني فيكتور ريشبرجر ما كانش موافق عتقان معهم وتم خطفه وتم عزله كمان أخدوا الآلاف من العلماء ومن كان يهرب منهم كان يقتل أخدوهم على أمريكا أمريكا كان عندها منطقة تجارب في صحراء نيفيدا اللي هي سميت بقى اللي هنتكلم عليها اللي هي المنطقة 51 لكن دي كانت للأول كانت منطقة تجارب وكانت تجارب فيها لبدايات تجارب القنابل والقنابل عنكودية وقنابل نوية بتاع عملوا فيها قاعدة كبرى جدا تحت الأرض القاعدة الكبيرة بقى اللي عملوها تحت الأرض في المنطقة 51 دي كانت بداية بقى القواعد إحنا نتكلم لسه عن قواعد الجوفة الأرضية وكده خدوا بقى ألم وكل ما يتعلق بالبرنامج الفضائي الألماني وعلمائه وأكبروا الناس دي إنه يتعامل معهم وكانت تحت إشراف يعني دخلوا معهم عملوا بقى اتفاقية كمان فيما بينهم إن مخبرات الدول الكبرى اللي هي كانت تمثل الدول الحلفاء وخاصة أمريكا بريطانيا أمريكا بريطانيا روسيا دي المنطقة 51 بس لسه هنتكلم شوية دمع شوية على 51 يعني ها دي منطقة 51 كمان الدليل على إنه يعني إحنا نقول بعد كده زي المنطقة دي تتبع المين عشان الناس اللي هي بتنكر إن المسيخ الدجل حر وإن هو يقود لحكومة العالم الخافي نتكلم في الموضوع ده عشان من الأخباطش الناس مو من نهاية راحت العملية دي جمعة كل ما هو متعلق بهذا الأمر وكل العلماء المتعلقين به وأخدتهم على قاعدة سرية إنشأت خصيصا لهذا الموضوع في المنطقة 51 في جوف الأرض يعني عملوا قاعدة كبيرة التعامل مع هذي الكائنات وإيه هي الكائنات دي وكيفية التعامل معها والكلام ده مثل يعني معضلة كبيرة جدا فتم إخفاء هذا عن العالم هذا الأمر عن العالم عمدا إنه تم أخد الوثائق دي خبوا عنهم خبوا الحاجات دي ولا حد يعرف بالعالم حانو عن دي حانو كانت الأمور دي نكمل بعد الفاصل دكتورة مايا في الربع ساعة تلت ساعة اللي فاتت كانت بتتكلم من حدوثة الحالات الفضائيات دي من قرل السبعتاشر 1712 في أول قرل السبعتاشر إنما أكتر ناس بدأوا يتحركوا نها الألمان واللي هي مجموعة سمت نفسها فريل ودي كان على اتصال كعبد الشيطان وحالات دي كلها وصلوا لغاية موصلنا في أولي التلاتينيات كان تقريبا الألمان على اتصال بالعالم ده اللي هم الرمضين ده عالم آخر غير الإنسان وتوصلوا لي ومفي حالية كتير ويا وردت لنا صور لهتلر وزين هتلر تالي كده ووردت لنا صور عايز أقول لحضراتكم دكتورة مايا القضية معلومات كثيرة جدا وعندها فيديوهات كل كلمة بتقولها في فيديو وصورة وصيقة بتأكد عليها هنستحمل بعض ونقعد يعني هنستناها إنما هي كل كلمة هتقولها هتدل عليها نكمل بقى نكمل الموضوع وبرضو أنا بأكد على حضراتكم ومش فيديو واحد يعني هي الأسف هي ملايين أنا ممكن كمان هتديهم هتديهم قناة كاملة على فيديوهات بيتم رفعها من على اليوتيوب هتديهم قناة كاملة فيها 200 فيديو مدلل على كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ومواثق مش مش يعني هنقدر نديه هنزلهم على كل اللي قلناه هنشوف فيديو لأن كل فيديو عايز الواحد يقول أهو كذا 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 فعايزين الناس تاخد الفكرة عشان ما تضعش نعم بس أنا عشان خطرا النهاردة اللي حضرتك هتقولي كلمتين أنت هتشرح إزاي الألمان وإزاي اللي دخلوا في هذا المشروع لسه في تفاصيل مهمة طيب تقولي تفاصيل بس كل دقتين تلاتة الرسائل بتبين لي من الترمومتر عند الرسائل هم إيه الغدواتي ناس إيه ما قلنا فإحنا عايزين نقول للناس صدقونا أدهو هو غير صدقونا بس أن يا جماعة إحنا يعني ما عليش برضو بأكد تاني الموضوع ده ما بيتفتحش لمجرد الإصارة أو فتح موضوع مسير أو فتح موضوع نقول الحقيقة كذا موضوع ده بيتفتح عشان حاجة مهمة جدا 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 أن الموضوع الغزو خديعة الغزو الفضائي اللي هنتكلم عليه وعلى كيفيتها هتمعد إنها تبتدي في 21 ديسمبر والواحد ما كانش عايز يتكلم في الموضوع ده أو يصطبق الكلام في الموضوع ده واحتمال تظهر في الفترة اللي جاية احتمال تكون قريبة واحتمال الجدول الزمني بتاعها تأجل لأن أنا عايز أقول للناس إن موضوع 21 ديسمبر وخديعة نهاية العالم والكلام ده في أجهزة كاملة قاعدة اسمها أجهزة مراقبة الوعي الجمعي ودي أجهزة متخصصة وهم عشان كده بيعملوا منوبليشن للناس أو تلاعب بالأفكار عشان بيدرسوا ردود الأفعال ردود الأفعال دي على مستوى العالم بترصد وبتدرس ومحطوط لها جيش من المتخصصين خديعة الغزو الفضائي كان معد إنها تبتدي من 21 ديسمبر جدولها الزمني اتأخر لكن ما عادش فيه وقت إن الناس تنكر ما عادش فيه وقت إن الناس ما تصدقش وده موضوع في غاية الأهمية ليس للعلم بالشيء لكن نحن عشان الموضوع ده احتمال نتعرض له ويعتمد على عدم علم الناس بيه والخديعة اللي هتتم عن الناس فالموضوع ده ليس موضوع من الخيال العلمي ولا كده مهم نكمل بعد ما هم أخذوا كل التقنيات الألمانية وعلماء ألمانيا وكل الملفات الخاصة بالموضوع كل الأوراق كل حاجة وعلى القاعدة 51 اللي اتعملت المنطقة 51 اللي اتعملت فيها منطقة جوفة أرضية أو قاعدة سرية تحت الأرض في نفس هذه الفترة اللي هو كانت في نهاية يعني في نهاية أو في سنة 45 اللي هي نهاية الحرب العالمية الثانية أو في الوسائق من أحد الأوراق اللي خدوها خرائط تدل يعني أنا ممكن أطلب اللي هو من ملف هتلر والكائنات اللي هي الخريطة اللي كانت بتاعة هتلر للعالم الجو في أرضي أطلب الصورة اللي هي بتاعة من ملف هتلر يلا يلا ماشي ماشي على ما يدوروا عليه لقوا الخريطة ديت وفيه غيرها كمان خرائط بتدل على أن إزاي الأطباق الطائرة ديت يعني هم ما كانوش فاهمين يعني إيه إن دي الكرة الأرضية وإزاي إن بيتم دخول أطباق طائرة من فتحات معينة والخريطة دي كانت مكتوبة بلغة غريبة جدا بعد طبعا علماء اللغة وبعد كده لأوا إن اللغة دي قريبة جدا من اللغة اللي هي تسمى لغة sans sans secret اللغة دي من أقدم اللغات على الأرض ويعتقد إنها لغة العالم الآخر أو مثلا الجن أو الكذا أو الكذا أو الكذا وهنتكلم طبعا على الكائناة تتعملت غيره في الصور يعني مثلا تتغيره في حاجات ما اسمته على صورة عشان تشلح لنا الخريطة اللي هي قبل كده اللي هي بتاعة جو في الأرض أيوها الخريطة دي خريطة دي طبعا يعني كانت مهمة معلش نخلي الخريطة دي شوية الخريطة دي كانت مهمة جدا في وصائق هتلر لأنهم كانوا عايزين يعرفوا كيف كيفية التعاون مع هذه الكائنات وإزاي هتلر أخذ منهم هذه التقنيات وإيه وجه التعاون وإيه وجه كذا ويعني إيه الخريطة دي والعالم المجهول تماما عنهم دوت المهم كان فيه جنرال أدميرال سوري معروف جدا اسمه ريتشارد بيرد ريتشارد بيرد دوت كان أدميرال في السلاح الجوي الأمريكي الأدميرال دوت كان حقق ميداليات لأنه هو عمل اكتشافات في القطب الجنوبي مهمة جدا كان أول منطار فوق القطب الجنوبي وسجل وعمل خرايط وكذا وكذا وكان من أحد الحاجات اللي سجلها ريتشارد بيرد أنه لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي ما قدرش نواطير يعني لمنتصف المنطقة ويستكشفها بس لقى فتحة عجيبة جدا في القطب الجنوبي فتحة في الأرض آه فتحة في الأرض نفسها عميقة جدا يعني تعتبر فتحة مش شايف إيه جوا فيها وإن هي كان في الأوقات الليلية بيظهر من الفتحة دي حاجة اسمها شفق غيز أو حاجة زي إضاءة هو سموها الأورورة فيما بعد فالموضوع ده كان غريب جدا مهمة أنه سجل ملاحظات كتير وكذا فجأت أمريكا بعد اللي عملته مع ألمانيا والقاعدة اللي عملتها راحت موكلة الأدميرال ده الأدميرال ريتشارد بيرد ابتدت عملت مشروع كبير جدا اسمه المشروع الأحمر المشروع الأحمر ده كان يتخلله عمليات محددة يعني مشروع كبير كان عايز يكتشف إيه العالم دوت وهل إحنا فعلا أرضنا جوفاء وهل في مدن جوفة أرضية وإيه طبيعة الكائنات ديت وإيه اللي ممكن نعرفه عنهم وإيه موضوع ده ريتشارد بيرد المهم النهي يعني حصل توكيل لريتشارد بيرد وتوضع معيه ستة ألاف من الأسلحة المختلفة لدى أمريكا عشان حاجتين مهمين بدايتهم إنهم ألاقوا إن بعض الفيالك من أتباع الجيش النازي وكده اتجهت يعني هربت لقارة أنتارتك اللي هي القطب الجنوبي وما كونش عارفين ليه فبعد ما شافوا الخرايط دي يعرفوا إن في حاجة ناس دي بتهرب لمنطقة محددة لدرجة إن فيه وصائق بتثبت إن اللي تم عدمه ده مش هتلر بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن هتلر برضو هرب مع الصف وبتوعه للقطب الجنوبي لفتح القطب الجنوبي أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده عشان ما يحصلش يعني وعشان مش موثق لأ هو موثق بس أنا مش عايزة أفتح الموضوع ده لإن فيه وصائق كتير بتثبت إن اللي تعدم ده مش هتلر وإن هم اضطروا يعدموا شبيه لهتلر عشان منظرهم أمام العالم لأن هم ما كنوش فاهمين إيه الموضوع دوت لا يتما يفهموه مهم إن هم بعتوا ريتشارد بيرد مع ستة آلاف من القوات العسكرية لضرب أه أولا بعتوه في عملية لضرب الفيالق اللي هي بتهرب لقرة أنتارتكيا اللي هم مكنوش عارفين ليه هم بيهربوا لهنك وإيه حكاية الدخول من فتحة جوف الأرض دي ومكنوش لسه فاهمين الموضوع فابتدوا إن هم يجتمعوا مع علماء روسيا ومع علماء كذا وعادتوا حاجة يعني كان بقيادة أمريكا اسمها المشروع الأحمر ومشروع الأحمر ده يضم خلاله أكثر من عملية تحته من أحد أهم هذه العمليات لها برضو ريتشارد بيرد مشروع اسمه هاي جنب أو القفزة العالية وهم وكله ريتشارد بيرد بعد ما هو قاد برضو عمليات لضرب الفيالق اللي بتروح وضربهم فعلا يعني آه يعني هو قام بكذا عملية لضرب الفيالق النازية اللي كانت عملة تهرب إنما ما قادرش يقرب من الفتحة دي ده في الأول يعني هم اختروه عشان هو كان عمل رحلات وسجلها في القطب الجنوبي وقدم وكان واخد ميداليات وكان واخد نياشين إنه هو كان عامل اكتشافات مهمة جدا في القطب الجنوبي وكان أول منطار فوق فوق قرة أنتارتيك نفسها وسجل اللي هي الملاحظات الغريبة دي ده كان في يعني كان في نهاية التلاتينات قبل نهاية الحرب العالمية التانية فطبعا بعد ما هم أخذوا المشروع النازي الفضائي بالكامل بعد نهاية العربية الأولى نهاية التلاتينات وبعد الحرب العالمية قبل الثانية قبل ما تنتهي التانية قبل ما تبتدي التانية إنما هم بس تعانوا بنتيجة لخبراته إنه هو يقود العمليات اللي هي بعد هزيمة ألماني إنه كان خبير بعد 4 واربعين يعني بعد 4 واربعين زي ما قلنا من العملية المهمة جدا اللي قدها الجنرال الأدميرال ريتشود بيرد هي عملية هاجمب عملية هاجمب كانت عملية راح مع 6 ألاف قوة عسكرية من 6 ألاف مقاتل عملية دي موصقة وهو صقها يعني موصقة بكذا جانب سواء من الناحية العسكرية وسواء في مذكراته الشخصية لكن للأسف هي مذكراته الشخصية ديت تم التعتيم عليها تماما وظهرت في التسعينيات وظهرت بصورة سرية مصربة عن طريق أفراد عائلته ومذكرات دي موجودة وهنشوفها برضو في فيديوهات وهنشوف يعني ملخص